قلوب بين أطلاع البرايا وتكمن خلفها كل الحكايا فمن قلب كمثل الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معدلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرد مثل الصراج والمشكات ما بين الحنايا هو المشكات ما بين الحنايا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ولازلنا بحول الله وتوفيقه ومدده نتحدث عن القلب المريض وعن صفات القلب المريض ومن أخطر صفات القلب المريض أنه قلب غليظ والغلظة ضد الرقة والقلب الغليظ هو القلب الشديد القاسي الذي لا تأثر بشيء وهو ضد القلب الرقيق فيقال غلظ الرجل أي كان فضا شديدا ذا قساوة مغلظة وغلظ طبعه أي اشتد وصعب وأغلظ له القول أي خاطبه بشدة وفحش وقد تكلمت عن صفة القساوة والغلظة والشدة في القلب الميت فإذا زادت الغلظة وزادت الشدة إلى حد القساوة فقد ينتقل القلب من قلب مريض إلى قلب ميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى آخر الآيات العظيمة فالقلب المريض قلب غليظ ولذلك قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك فما الفرق بين الفض وغليظ القلب ولو كنت فضا غليظ القلب ما الفرق بينهما الفض هو سيء الخلق وغليظ القلب هو صاحب القلب القاسي الشديد الذي لا رقة فيه ولا لين فيه ولا رحمة ولا تأثر بشيء ولو كان هذا الشيء مؤثرا فقد لا يكون الإنسان سيء الخلق ولا يوذي أحدا ولكنه غليظ القلب لا يرق لهم ولا يرحم ضعفهم ولا يرحم فقرهم ولا تأثر بيؤسهم وحالهم فربما يرى أمام عينيه وبين أديه صور المهجرين في المخيمات المؤلمة ولا تبكي عينه ولا تأثر قلبه ولا يشهد ربه أنه عاجز عن أن يفعل شيء إلا بالدعاء أو بالكلمة أو بالمساعدة إن كان يخذر على ذلك ربما لا تأثر لحالهم أبدا والعجيب أن الآت العظيم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين العجيب أنها نزلت في أحداث غزوة أحد بعدما وقعت الهزيمة بالفعل بعدما ترك الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض النبي فعلا لقتل حقيقي فلما أفاقوا وعادوا إليه صلى الله عليه وسلم بعد انهزامهم رحمهم بأبه وأم ولان لهم ولم يعنفهم ولم يوبخهم ولم يلومهم ولو فعل بهم ذلك لن فضوا من حول هيبة له وحياء منه عليه الصلاة والسلام لكن الله جل وعلا قد أرسله رحمة للعالمين فكيف بأصحابه المقربين فكيف بالغر الميامين ولم يجمع الله تبارك وتعالى اسمين من أسمائه سبحانه لأحد من خلقه إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي صحيح مسلم أنه طلب منه يوما صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله على المشركين الحديث روه مسلم الحديث يا أبي هريرة قيل يا رسول الله أدعو الله على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة والحديث عن رحمته ولينه ورفقه بأمته وفي دعوته وبالمرأة وبالطفل وبالحيوان بل وبالعصاء بل وبالفقراء والمساكين حديث طويل جدا ورب الكعبة يحتاجه إلى برنامج رمضان متكامل رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين برنامج كامل طويل ويكفي أن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بغي دخلت الجنة في كلب وعن امرأة دخلت النار في قطة في هرة فالقلب الغليظ لا يؤثر فيه ترغيب ولا ترهيب ومن ثم فأولا يفهم عن الله ولا عن رسول الله وإذا استحكمت الغلظة واكتملت الغلظة حتى وصلت إلى حد القساوة فأصبح القلب صلداً قاسياً لا يسمع عن الله ولا عن رسول الله ينتقل حينئذ من قلب مريض إلى قلب ميت ولا حول ولا قوة إلا بالله من صفات القلب المريض أيضاً أنه قلب مفرق مشتت مفرق الفكر مضطرب كثير القلق ممزق مشتت ممزع في أحواله كما قال تعالى في شأن المنافقين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من مراء جذر بأسهم بينهم شديد اسمع القرآن تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى مبعثرة ممزقة ليه يا رب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تراهم مجتمعين ومتضافرين وتحسبهم جميعاً وأنهم على قلب رجل واحد ولكنهم في الحقيقة قد شتتت ومزعت ومزقت قلوبهم فقلوبهم متباغضة متفرقة مشتتة فهم لا يعقلون عن الله ولا عن رسول الله لا عقول عندهم والقلب المشتت بين الشهوات وبين الشبهات لا يفلح أبداً لو اجتمعت بين يديه الدنيا ولن تجمعه الدنيا لا يجمع القلب المشتت إلا الله وأن يخلص هذا القلب العبودية لله وحده جل علاه أما إن اتبع هواه واتبع الشهوات والشبهات ومرض صار قلباً موزعاً ممزقاً مبعثراً في هموم الدنيا ولا تعلق له إطلاقاً بهموم الآخرة ولذا قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة تهمه جعل الله غنو في قلبه وجمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له والحديث روه الترمذي وغيره من حديث أنس بسند صحيح فلن يجتمع القلب إلا بالله وإلا بالعودة إلى الله وإلا بالسجود بين أيدي سيده ومولاه وإلا بامثال أمره واجتناب نهي والوقوف عند حدوده أما القلب المشتت هو قلب موزع مبعثر لأنه ليس له قبل واحدة وليس له إله واحد يعبده ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا شك ولا ريب أن تشتت القلب إن وصل إلى حد عبادة غير الله ينتقل القلب يقينا من قلب مريض إلى قلب ميت إن وصل به التشتت إلى حد ترك الآخرة وترك التوحيد وترك العبودية ينتقل من قلب مريض إلى قلب ميت ومن صفات القلب المريض أنه قلب فيه حسرة وهي التلاهف الشديد والحزن الكبير والندم العظيم والألم على ما فات يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيوا ميت والله ما تعملون بصير فحسرة القلب هي الندم والحزن والألم الشديد على ما فات فربنا جل وعلا ينهى المؤمنين الصادقين من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان عن مشابات الكفار في اعتقادهم الباطل الفاسد في إخواني من الذين ماتوا في القتال أو في الأسفار والحروب والمعارك وقالوا قولتهم الخبيثة لو كانوا تركوا ذلك وجلسوا معنا لما أصابهم ما أصابهم فكان ذلك المعتقد الفاسد حسرة وندامة وخسرانا وخذلانا لهم في الحال والمآل إذ أن الأمر كله لله ولا رد لقضائه ولا مبدل لكلماته ولا مغير لحكمه ولا محيص عن ما قدر سبحانه والعجيب أن العلم الحديث قد أثبت أن الحسرة التي تصيب القلب تعادل الضرر الذي ينتج عن السكتة القلبية أكرر هذه المعلومة الخطيرة أثبت العلم الحديث أن الحسرة التي تصيب القلب تعادل الضرر الناتج عن السكتة القلبية فالحصر في القلب من أخطر العوائق والقواطع التي تعوق سير السائر إلى الله جل وعلا الذي يبحث عن الحق والهدى ولا يمكن أن تزول هذه الحصرة إلا بتحقيق الإيمان بالله وبحكمه الشرعي والديني وبحكمه الكوني القدري والتفكر في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى لمزيد من الشكر والامتنان والعرفان وبالنظر إلى الأمور الإيجابية التي منى الله عز وجل بها على العبد وأنها محض فضل الله عليه فالله وحده هو صاحب الفضل وولي النعم وصاحب العطاء والإحسان فحينئذ تذهب الحصرة أما إن ظل القلب مريضا بالحصرة فصاحبه على خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا من صفات القلب المريض أنه قلب مرتاب والريبة هي الشك والظن والتهمة قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك يا سلام قدم العفو عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين له ما أراد أن يبينه سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون فإذا كانت الريبة وهي التهمة والظن السيء والشك يصل إلى حد الريبة في الله تبارك وتعالى وفي دينه وفي رسوله فهذا القلب ليس مريضا بل هذا قلب ميت خبيث ولا حول ولا قوة إلا بالله أما إن كان القلب مريضا بشك والريبة قد يشك في دليل قد يسيء الظن بدليل سواء كان قرآنيا أو نبويا فحينئذ يكون صاحب هذا القلب مريضا كما قال تعالى لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم ويقال فلن في ريبة من أمره أي في قلق وشك والطراب ولذلك النبي عصان قال إيه قال وهو يعلم الحسن بن علي رضي الله عنه قال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة فالقلب المرتاب قلب إن شك في دين الله ووحدانية الله وفي رسول الله وصدقه وبلاغ عن الله هو قلب ميت وليس قلبا مريضا فحسب قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات أي جاءكم يوسف من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي إذا مات قلتم أي قلتم قولا باطلا من غير برهان ولا دليل قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب فالريبة إن كانت في دين الله وفي أصول دين الله كالبعث بعد الموت وقدرة الله على ذلك وفي صدق الرسل الذين جاء الذين جاءوا بالآيات من عند الله إلى غير ذلك فهذه ريبة تنقل القلب من مرض إلى موت ولا حول ولا خوة إلا بالله لذا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فالقلب المريض قلب فيه ريبة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعرض عليه الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسول الله إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة اللعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشى رسول الله يحكمه الهوى والجهل تلك حكومة الضلال فالريبة قد تكون مرضا وقد تكون موتا للقلب ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن أخطر صفات القلب المريض النفاق لكن تعالوا بنا لنتعرف على هذه الصفة في اللقاء المقبل لإنقدر الله البقاء واللقاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب أجرد مثل السراج هو المشكات ما بين الحنايا هو المشكات ما بين الحنايا وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجايا فثبت يا إله العرش قلبا منيبا يحتمي بك في حشايا اشتركوا في القناة